خلال انعقاد أعمال الدورة الحادية والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة لفت رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إلى أن لجنة نجحت خلال دورات انعقادها الثلاثين في تحقيق منجزات مهمة ومشروعات مشهود لها بالريادة ومن أهم هذه المشروعات الشراكة المتميزة في مجال الغاز والطاقة كما لفت مدبولي إلى أن آلية التعاون الثلاثي التي تجمع البلدين مع العراق الشقيق تعد نموذجا يحمل في طياته فرصا واعدة وإنما أيضا في شقه الاستراتيجي